موسيقى قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليرانية بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس والذي أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل وضفت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضايع تجارية تقدر بمليارات الريالات وقالت ميليشيات الحوثي قد استهدفت عددا من منازل مدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيطة وسقطت القذائف على عدد من المنازل ما تسبب بتدميرها بشكل كلي وألحق أضرار مختلفة بمنازل أخرى وكاد القصف الحوثي الهمجي أن يتسبب بإنهاء حياة أسرة بالكامل بعدما قصف الحوثيون منزل الأسرة عقب نزوحها من المنزل بساعة واحدة وفي السياق ذاته أسفر القصف الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عن تدميره وتضرر عدد من المنازل ومحتوياتها بأضرار جسيمة في الأحياء الشعبية بمديرية حيسة كما تسبب القصف الحوثي بحالة من الذعر بين عصاة المواطنين العزل من نساء وأطفال وسجلت جرائم استهداف الحوثيين للأحياء الشعبية السكنية ومنازل المواطنين ودور العبادة والأسواق العامة في الحديدة خلال الفترة الماضية سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وتشريد العائلات من منازلها تقدمت قوات ألوية العمالقة جنوب مدينة الصالح السكنية في الحديدة لإطباق الحصار على القناصة من مسلحي ميليشيات الحوثية المتمركزة فيها وتمكنت ألوية العمالقة من تطويق وحصار مئات القناصة الحوثيين الذين يعتلون أسطح المباني السكنية في المدينة ويستهدفون الأحياء السكنية منها وواصلت ألوية العمالقة تقدمها من حي سبع يوليو باتجاه وسط المدينة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة مسلحي ميليشيات الحوثي وتأمينها بعد طردهم منها أثرت قوات الجيش الوطني على لغم بحري زرعة ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران قرب الممر الدولي غربي محافظة حجة وكانت ميليشي الإنقلابية زرعت اللغم في وقت سابق غرب جزيرة بكلان في مياه البحر الأحمر أفجرت قوات التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة اللغم بمساعدة خبراء من تحالف دعم الشرعية بعد نقله إلى خورميدي وتواصل وحدة التشكيل البحري عملياتها الاعتيادية في تمشيط سواحل محافظة حجة والجزر التابعة لها لتأمينها من الالغام البحرية التي زرعتها ميليشي الحوثي الإنقلابية وتمثل تهديدا لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر أكد التحالف العربي أن ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة وأوضح التحالف أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة ولا تزال ميليشي الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن وضف أن ميناء الحديدة ما زال خاليا من السفن منذ أسبوع وأن خمسة سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف ومدة الانتظار تصل إلى شهر وكشف تحالف دعم الشرعي عن إصدار 29 تصريح جوي وأحدى عشر تصريحا بحريا وثلاثة تصاريح برية ومائة وستة وثلاثين تصريح لحماية القوافل بإجمالي 179 تصريح خلال 72 ساعة ترجمة نانسي قنقر